حريب يسألي على إيه اللي ممكن إن الإنسان يدعو به هناك يوم عرفة طبعا النبي عيسى والسلام علمنا إنه خير الدعاء عرفة أو دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له مع إعلان كلمة التوحيد وكسرة الذكر بها في هذا اليوم العظيم يلتزم الإنسان قدر الطاقة جوامع الكلم اللي هي الكلمات القليلة لكن ذات المعاني الكثيرة فنسأل الله سبحانه وتعالى من فضلي ونسأل الله سبحانه وتعالى ستره وعافيته ولطفه ورحمته والفوز في يوم الحساب وأن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة والفلاح في الدارين لنا ولأهلينا وأحبابنا وأولادنا وذريتنا ومن قبلهم أبأنا وأمهتنا وأسدتنا وعلماءنا وكل من له فضل علينا يدعو الإنسان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم حرم أجسادنا على النيران اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم اللهم إنا نسألك مما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك مما استعاد منه نبيك وحبيبك محمد وعبادك الصالحون صلى الله عليه وسلم وهكذا يدعو الإنسان بجوامع الكلم ولعملت بحث كده عن جوامع الكلم من دعاء سيد الخلق عليه الصلاة والسلام حتجدي كثير من الأدعية ممكن تطبعيها تخذيها معاك والمسلمون في كل مكان يقومون بجهد عظيم في توثيق الأدعية وكتبتها ونشرها عشان يعم خيرها وفضلها في العالمين في جميع يعني يقوم بالدعاء بها كثير من المسلمين وهي صدقة طيبة عن أصحابها وعن من يقومون بطبعها ونشرها وربنا إن شاء الله يوفائك وادع ربنا يلهمك ما تحتاجين إليه من الدعاء ادعي يلهمك اللي انت محتاجة من الدعاء لأن الدعاء مفاتيح فرج ومفاتيح خير ونسأل الله سبحانه وتعالى إن يجعلنا أهلا له على الدوم اللهم أمين أجمعين